اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة هتسمعوا قصة انسان ليه دعوة ولما يكون ليه دعوة الله بيدافع عنه وبيحميه وبيشفيه وبيجيله بآياته عجائب ومش بس كده يدافع عنه مهما ابليس عمل في حياة الشخص اللي عنده دعوة الله المنتصر النهاردة وقت هنعودوا مع بعض هنتكلم على انتصارات هنتكلم على شفاءات هنتكلم عن آيات وعجائب هنتكلم مع بعض عن الله الصانع كل هذا من أجل ولاده اتجهزوا افرحوا كلموا أصحابكم وأصدقائكم اللي تعبنين اللي بيمروا بوقت صعب وقلوا لهم أيام الفرق جاية أيام الفرق جاية وزي ما جات على ديف الحلقة هتيجي علي وهنتمسك بإيماننا وهنفرح بصنيعه معنا النهاردة ديف الحلقة قادر أقول ابني الغالي جدا اللي أنا متبنياه هو ومراته إيميل وديانا يوسف أهلا بيكم في الحلقة إيميل مدير الميديا عندنا في رودزوف ساكساس وديانا المانجر بتاعتنا في رودزوف ساكساس والرب صنعوا معاهم عظيم في الثلاث سنين اللي فاتت كانت سنين مليانة بهجمات من العدو ومليانة بانتصارات وكل ما يهجم كل ما ينتصر وكل ما يهجم كل ما ينتصر وعايز أقول لكم على حاجة إن فعلا لقيتها حقيقة عارفين الكريون الألوان دي الشمع حتى لو تكسرت وبقت متكسرة لسه بتفضل تلون بروكين كريونز ستيل هاف قلر أهلا بيكم حبيبي أهلا بيكم أهلا بيكم أهلا بيكم شكرا على دعوتك وعلى استضافتك وبشكر الله على الفرصة اللي بيديهانين يكون على منور زي كنوات القرمة أقدر أشهد عنه وأحكي زي ما جد في حياتي شكرا حبيبي إيميل دعوت ربنا على حياتك من وانت صغير حقيقي وربنا اداك مواهب كتيرة بتكتب ترانيم مالة الدنيا عملت فرق ترانيم في مصر وفي أماكن مختلفة مالية الدنيا بتسبيح لإلهك شكرا شكرا دعو عليك من وانت صغير وعرفت ربنا وربنا كده فتح قدامك سكك حقيقي انت جيت البلد دي ازاي جيت أمريكا ازاي دي أول معجزة آه ده حقيقي دي أول معجزة أنا جيت أمريكا بطريقة غير تقلدية أنا عرفت الرابة وانا عندي 14 سنة بعدما سلمت حياتي بسنة آه كانت السفارة الأمريكية عاملة قانون جديد كده غريب ما استمرش وقت كتير اعتقد قعد تسعين يوم أو حاجة إنه لو في حد من العيلة سافر أمريكا أكتر من مرة ورجع من غير ما يكسر فيزا ممكن يبعت البسبور بتاعه آه مع بسبور حد تاني من العيلة حابب يسافر ويدرسوا الموقف ويشوفوا ياخد تأشير أو لا فهم خلويني طلعت البسبور وأنا كان سني صغير جدا ده في حد ذاته بيصعب الفكرة أن أنت تخرجي من البلد وأنت صغيرة لأنه بيبقى نسبة احتمالية أن أنت ما ترجعيش أكبر لكن الرب رتب أنه أنا يتبعت البسبور بتاعي مع البسبور بتاع مامة لأنها كانت جاءت أمريكا مرتين ورجعت من غير ما تكسر فيزا وخدت فيزا بخمس سنين وأنا لحد النهاردة لحد يومنا ده أنا معرفش السفرة الأمريكية شكلها إيه ولا أعرف عنوانها ولا أعرف حتى هي فين ما معرفش أي حاجة بس في خد تأشيرة بالطريقة دي علشان الله كان مرتب أن أنا أجي هنا كان ربنا لي خطة وخطة عظيمة أحكي لي أول ما جيت هنا إيه اللي أنت وجهته والصعوبات اللي أنت وجهتها وإزاي رب يدخل فيها أنا أول ما جيت كنا مرتبين أن أنا هاجي أدرس هنا أكامل دراستي وهاخد فيزا دراسة هقدم على فيزا دراسة وهاخد فيزا دراسة لكن اللي حصل أنا جيت قبل سبتمبر ليفن بأيام أنا جيت في نصر شهر تمانية يعني أقل من شهر قبل أحداث 11 سبتمبر فلغوا فيزا الدراسة فكل الترتيبات اللي كانت البشرية يعني اللي إحنا كنا حطينها أن أنا هاجي وأخد تأشيرة للدراسة هنا فيزا وكده اتلغت كل ده باز فاضطريت أعود أجدد الفيزا ست شهور تاني وبعد كده نزلت مصر عدت شوية ورجعت تاني علشان أشوف بقى إيه اللي هيحصل فدخلت في قصة الأسايلم واللجوء والحاجات اللي أنا عرفها كمان شوية وبعدين أول ما جيت رحت عالكنيسة على طول هنا في كاليفورنيا وربنا حط شخص صغالي جدا عليك ربنا سندك بيه الأساس أمير شوية هو كان قائد وكان صاحب وكان أخ قريب جدا وكان بيدعمني في أوقات كتير قوي في حياتي وخصوصا وقت الحادثة وقت الحاجات هحكي عن حاجات كتير لكن الأساس أمير كان من الناس القريبين مني جدا اللي قدر يحتويني ويسندني ويكبرني وكان ليه دور مهم قوي في حياتي نشكر ربنا نشكر ربنا على إيقادة على القسوس على خدام الرب الحقيقية اللي بتعرف توقف وتسند في الوقت الصعب أنت بتقولي على الحادثة الحادثة دي العالم كله سمع بيها والعالم كله كان بيصلي لك احكي لنا على الحادثة وإيه الظروف وبعدين هنيجي لديانة أوكي أنت قبل الحادثة اتعرفت بديانة في الكنيسة أنا كنت اتعرفت بديانة في الكنيسة في مؤتمر من مؤتمرات الكنيسة وبعد كده بتديت خدمة ونزلت أول آلبوم وابتدأ ربنا يباركني كان فيه بقى أحلام وطموحات وعود من الناس كتير قوي إنه فيه استخدام وانطلاقة جاية كبيرة جدا في الخدمة واللي جاي خلاص بقى حركة كتير وتأثير كبير وفجأة حصلت الحادثة كنا ساعتها لبسنا ديبا لكن يعني عرفنا بعض وحبينا بعض وارتبطنا لكن لسه كان الخطوب الرسمي لسه كان لها معادها متحدد بس ما كناش لسه يعني عملنا نص إكليل في الكنيسة فكنت شغال في إيرفاين كنت راجع بالليل الساعة 12 إلا ربا كانت ديانة معي على التليفون بالمناسبة كانت معي على التليفون وأنا سايق فكنت على الـ 4.05 نحيت منشستر كان فيه جنبي مقطورة اللي هي قطعتين فأنا كنت محتاج جاز الجاز كان قليل شوية فقلت أهدي يعني من 15 سنة أو 16 سنة فاته كان الترافيك برضو غير دلوقتي فكانت الدنيا فاضية خالص على الـ 4.05 ساعة 12 أو 12 وربع أو حاجة كده فهديت السرعة جدا علشان أعدي المقطورة اللي هي أصلا بتبقى ماشية بسرعة قليلة علشان أخد أول إجزت فكان فيه وراء المقطورة من اللين اللي جنبها على اليمين عربية فورد إكسبديشن SUV كبير قوي ماشي بسرعة جنونية يعني هي كانت طايرة مش سايقة بتحاول تتفادى المقطورة دي فبتنقل الشمال لينين في وقت واحد ومش شايفة أن فيه عربية هناك جنب المقطورة من ناحية التانية فاللي حصل أنه أنا كنت بصص في المراية شايفها وهي جاية وأدركت أن أنا هتخبط خبطة جاملة لأنه ما عندهاش فرصة أن هي توقف مستحيل وأنا فيه جنبي على الشمال اللين بتاع الكاربول وفيه عربيات فأنا كان خلاص ما فيه يعني جنبي المقطورة على اليمين وعلى الشمال فيه عربيات في اللين بتاع الكاربول وأنا شايفها جاية بسرعة جنونية وأنا قريدي مهدي علشان أخرج فأنا أدركت أيقنت أن أنا هتخبط خبطة وحشة فأنا شفتها في المراية كنت بصص بعناية في المراية اللي في النص وشايفها لحد ما خبطتني يعني شفت الخبطة وسمعت صوت الفقرات اللي في الظهري بالطق كده وبعد كده أغم عليها على طول واو دي أنا بقى كانت معرفش هي كانت تحكي دي أنا بقى أنت هنرجع حتى الأول أنت يعني صغيرة وجميلة ومتعلمة وعندك كل حاجة تخليكي أنك تجاوزي واحد جاهز ومستبلش في البلد وقاعد وكل حاجة لكن اخترتيه ليه؟ الله اللي اخترهولي بصراحة مش أنا هو ربنا شاولي على أميل وحسيت أن ما كانش صدفة أبدا أن احنا نتقابل فأنا 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 وانتي ماشي معا في كل المراحل دي وشايفة إيد ربنا عليز وعشان كده شايفة دعوة على حياته من وهو صغير شايفة إيده هو أمين في علاقته مع ربنا وبيقول اللي بيعيش بيعيش فعلا اللي بيقوله مش بس الكلام سهل بس الحياة مع الله مش سهلة وأنا شايفة أمين في ده من وهو صغير وموقف بابا وماما كان إيه؟ بابا وماما كان بيحبوه جدا وبابا وماما كانوا موافقين أنك تتجاوزي بربما معهوش وراء لسه ما عندوش كارير ما عندوش ولا حاجة كانت من ربنا فعلا إيفت جيم فعلا من ربنا نعمة كبيرة كان لي بيك فايفور فعلا روح بعدك أنا أقفليني فقال لي أنه هو محتاج يهدي عشان ينزل يحط جاز ومرة واحدة سميت هوت فرقعة والخطة قطع فأنا مش عارفة يعني ما كنتش عايزة أخد نفسي فقلت يمكن يعجل فرقعت يمكن يتهيأ لي مش عارفة متهدي نفسك متهدي نفسي وبحيول أتصل به الخطه مش بيجمع تاني تليفون كان حصل له حاجة بطل يجمع خلاص وخفت أكلم البوليس عشان أميل ما عندوش ورق يعني خفت أحطه أنا في مشكلة لو هو ما عندوش حاجة يعني تليفون فاصل مثلا فأنا أميل ما عندوش ورق وسائق برخصة دولية مش معترف بيها في كاليفورنيا فخايف أجيب له أنا المشكلة واو يعني من كل ناحية كان فيه زي شوك يعني عايزة شاعدي يعيزة بعطيه البوليس عشان ينقذه وخايفة لحسن البوليس ياخده يعني كان آخر احتمال إنه هو يبقى عمال حدثة واو أنا مش فاهمة إيه اللي حصل بس بس آخر احتمال كممكن يجي في خيالي إنه هو عمال حدثة كبيرة واو انت قاعد في العربية وسمعت صوت أه أنا سمعت دهري سمعت صوت دهري سمعت صوت الفقرات وهي بتعمل صوت كده كأنها طقت وبعاكية أغم علىها في الحال بس أنا شفت الخبط اللي حصل إنه أنا طبعا أغم علىها في الحال أدركت بعد ما فوقت بقى إنه حزام الأمان تقطع كان سابع علامة صعبة جدا في جسمي نوري الصور بتاعت الحدثة لو ممكن اه يا ريت الناس تشوف العربية الناس تشوف العربية كانت شكلاقي العربية حصل فيها شبه انفجار مش خبطة لو تبصي على الصورة هو فعلا العربية يعني كأنها انفجرت مش بس تخبطت لدرجة إن الصاج ابتدى يتفتح الليارز بتاعت الصاج ابتدت تتفك من بعضها فبيتعمل زي السكاكين حزام الأمان تقطع من قوة الخبطة وأنا اتنترت برا العربية وقعت على الأرض فدماغي تفتحت وأنا نازل بقى ابتدى الصاج يقطع حتت من جسم يقطع بجد يعني مش اتخربشت او اتجرحت جروح لكن كأنك يعني بتغرفي كده حاجة الصاج داخل قطع الشوز والشراب وجزء كبير من اللحم لحد ما بقيت الفتحات واصلة عمقها لحد ان العضل باين في الدراعي وفي قدم رجلي اليمين وبعد كده العربية لفت في خمس عربيات يعني كانوا في الحدثة التريلا الكبيرة والعربية بتاعتي والعربية بتاعتها ثلاثة عربيات او اتنين تانين من على الكاربول فلما العربية بتاعتي لفت بالعرض من قوة الخبطة وانا وقعت على الأرض على بل ما هي وقفت اللي كانت سائل العربية العجلة الشمال بتاعت عربيتها من قدام كانت دايسة على كتفي ده أنا كنت واقع على وشي وهي كانت دايسة على على ظهري ده حرفيا يعني أنا كنت تحت العجلة اليمين الشمال اللي قدام بتاعت العربية يا يسوع أنا فاكرة الوقت ده كويس ما كنتش أعرفك شخصيا لكن كنا بنروح الكنيسة عند الأسيس هشام وكان الشيخ فوزي والشيخ سعد خالك موجودين وكانوا بيطلبوا صلاة وكان كل الناس بتصلي وكان كل العالم بيصلي إن الشاب الصغير ده يقوم وربنا يشفيه حقيقي ده كان حاصلا كنت أخد دعم نفسي ودعم روحي وكمية صلاة من ناس كتير قوي ما يتعدوش يعني بجد ما كنتش مدرك قوي الحركة الروحية دي ساعتها وقد إيه ده بيكون مؤثر لكن اتعلمت تعلمت وعرفت إن أنا ما قمتش علشان بس فيه دكتور شاطر لكن أنا قمت علشان كنت مرفوع بصلاة مش طبعية وعين دخلت المستشفى وكان الدكاترة بتقول إيه والاحتمالات إيه هو أنا الأول قمت يعني أول لحظة فقت فيها بعد الحدثة بعد ما شفت نفسي بطخبت قمت لقيت يعني كنت نايمة على الأرض على ظهري فبوسص شايف رجلين ناس اللبس المطافي والبوليس وكده وشايف الجزم بتاعتهم والأسفلت وفتحت عيني كده شفت السماء بعد كده سمعت بقى الزباط البوليس والإسعاف وكده بيقولوا البعض هما كانوا مش مسبقين إن أنا هما سحبوني من تحت العربية عاسم أنا ميت فلما لقوا فيه نابده إن أنا عايش ابتدوا ينادوا بعض ويحاولوا يفوقوني بيقولوا البعض إنه إيه الحد عايش هما كانوا متفاجئين مبدأين فوسامع صوت مروحة الهليكوبتر حاجة زي السين بتاع الأفلام كده حد شبه بيروح في غيبوبة مش عارف يعني حاجات باسمعها حاجات بتروح فيه دين وفيه داوت وعناها بتفتح وتقفل غصبا عادي لحد ما جوم اتنين ضخمين جدا مسكوا راسي قعدوني ومسكوا راسي جامت كده عشان كان فيه دم كتير نازل وكانت راسي مفتوحة فتحة كبيرة فجوم اتنين مسكوها أفلوها كده وشفت واحد جاي ماسك في إيده دباسها شكلها مرعب جدا فقال لي on the count of three هبتدي أدبس الفتحة لشان انت بتنزف جامد قوي في راسك اه في راسي فthree two one راح مديني أول دبوس ألم غير عادي تاني دبوس في الثالث أنا أغمع لها تاني من شدة الأمان ده تحمل فالثالث دبوس أغمع لها تاني نقلوني بهليكوبتر للمستشفى لليو سيلاي طبعا أغمع لها تاني فنقلوني بالهليكوبتر روحت تاني لما فوقوني لقيت الزابط قاعد جنبي فأنا فكرت أنها عملت مشكلة بقى جبيرة أو حاجة فهو قال لي ما تقلقاش الست اللي كانت ساكرانا وما كانتش شايفة كويس بتعمل ايه وكده لكنها موجود هنا عشان انت في سن ولادي وأنا كان فارق معي تطمن ان انت هتعيش واو شوف النعمة بقى اه انت تفوق وانا همشي وفعلا هو قال لي المحاضر خلصان وكل ورق خلصان انا بس هنا علشان تأكد ان انت عايش وكويس سلم علي وقال لي الدكتور طمني ان انت هتعيش وحالتك استقرت ومشي كانت الساعة تقريبا واحدة ونص بقى اتنين وقتها على بال ما الدنيا تلمت ونقلوني فالراجل اللي هو حبيته الفجر نعمة بس من ربنا هو جاي تطمن علي يعني اعرفني ولا اعرفه يعني ابليس كان عايز يقتلك علشان دعوة ربنا في حياتك ما تحصلش لكن الرب كان بيبعث العون وبيبعث انجلز يعني ممكن الراجل ده زابط البوليس ده ربنا بعته لك يديلك ريء حلو يديلك امل ويقولي ان اعينه علي تعين الله للاشخاص كان مبهر في الوقت ده اه وانا في المستشفى فاكر كويس اوي انه كنت حسس ان الملاية اللي انا ما تغطي بيها جوا رجلي مش على رجلي كأنك عارفة لما تجيب كوباية وتضمي طرف الملاية كده وتدخليه جوا الكوباية انا كنت حسس ان في حاجة في رجلي الملاية جوا رجلي فكان خلي قاعد جنبي بالمناسبة خالي هو أخو ماما خالي نبيل هو لصور الصور دي الحاجات الوحيدة المتوسقة بسبب أنه كان قلبه جامد فأنا بشكره أنه عمل كده وهو جاء في وقت هو جاء في الوقت ده ده كان عيد ميلاده وعرفوا إزاي البوليس كلمهم هو البوليس ابتدى يعمل راوند مكالمات من تليفون إيميل ابتدوا الأول من هما كلموا تيتا إيميل أخذت الخبر أربعة كاية هي كلمتني كانت الساعة واحد ونص تقريباً طبعاً منهارة في العياض بتقولي أن إيميل عمل حادثة كبيرة قوي وتنقل يو سي ال اي وبين الحياة والموت فصحيت أنا إخواتي مونة وأندرو وسوقنا على المستشفى حالة انهيار طبعاً أكيد مش طبيعي إيميل كان لسه معي على التليفون دلوقتي بين الحياة والموت بس قلت أي خضة هخليها جوايا مش هتلعها لأن أنا لو خضيته على نفسه الدية هتبقى وحشة قوي نفسياً يعني أنا هدمر نفسيته فقلت هدخل هزر معاه أنا مش هدخل أصوت وعيط وأعمل كده أنا هدخل هزر معاه مش بقول لكم أمرأة فاضلة أنا دايماً مثل مياه في الشغل في المكتب المرأة الفاضلة أنا كنت متواقع أنها تدخلت بأكتر المنهارين لكن دخلت قالت لي يا ابني اللي شلفتك كده فيه حد يعمل في نفسه كده وضحكت فهي من الناس اللي دحكوني كان طبعاً وسط بكة وصراخ من كل الناس اللي أنا غالية عليهم دخلين للمستشفى في حالة من الزعر شكلي أنا شكلي الصورة ما عرفش اتعرضت أو لا بس أنا شكلي كان صعب جداً وقت الحادثة لو ممكن أخطوا الصورة بتاعته ومدم كتير وجبس وحاجات فكل اللي شافني في الوقت ده كان بيتصدم من شكلي فكان بيانهار تماماً هي ما كانتش عارفة هدخل على إيه لكن الغريب أنه كان هدف هي أطمنه على نفسه بغض النظر هتشوف إيميل شكله عامل إزاي هي هتطمنه وهتهزر وخلاص وده حصل وتحكت فعلاً ساعتها وعد الوقت بصعابه ومشاكله وكل حاجة لحد ما قالوا لي أنه إيميل أنت هنقطع لك مشترك لك اليمين فطبعاً مش هكذب عليكي وأقول لك وأعمل هيرو أنا طبعاً اتضايقت جداً اتصدمت أنه رب أنت مديني وعود كتير عن طريق الصلاة وعن طريق ناس وعن طريق إعلانات ووعود في الخدمة ونعمة في عنين ناس كتير قوي ما كنت جاهلاً حتى أن أكلمهم في التليفون لسه ببتدي خدمة عملت مع مرنمين كنت بسمعهم من وانا طفل فاللي هو إزاي المشهدين عكس بعض تماماً إزاي في وعود كبيرة ونعمة كبيرة وبتتفتح وبدايات عظيمة وإزاي أنا هتطقت عمشت رجلي ومش هقدر أمشي تاني وممنوع سوق للأبد وإيه يا رب اللي بيحصل طيب بس ما كانش عندي حاجة غير أنه خلاص لتكن مشقتك هعمل إيه طيب أنا حتى صغير سني صغير ما عنديش خبرات حياتية كتير ما عنديش خبرات في العلاقة مع ربنا غير هما كام سنة فمش عارف أعمل إيه فكان بالنسبة لي خلاص أوكي إلى أن قاتها دكتور فجأة ده برضو كان الله معينه شوف ربنا بيبعت ملاكته بصور مختلفة حقيقي قال لي أنا المفروض مسافر بكر بس أنا هأجل السفر بعد ما شفت الأشعات بتاعتك لأنه أنا أقدر عمل لك عملية ما نقطعش بيه بسببها يعني ما نقطعش مشترجلك فأنا هعمل لك عملية هنقطع جلد من حتة معينة في جسمك وطبقات جلد معينة بكسافة معينة تغطي الفتحات العميقة تغطي في جسمك وهلفلك سوابعك لفها لي كده زي ورق العينة تمام؟ آه بجد صدقين علشان ما يقطعش مشترجلي قال لي علشان تقدر تمشي لكن برضو ما معدكش أن أنت هتقدر تمشي بشكل طبيعي ولا تسوق لأنه اللي حصل في رجلك مش قليل وهيبقى صعب بتحمل عليها تقلي جسمك كله وبعدين لكن كان طبعا مبدئيا كان إنصاف كبير من ربنا وكان أعلان قوي لحضوره في المشهد أنه عين شخص معين وحط على قلبه ما كنتش مدرك ده ساعتا أنا كنت بقول أوكي أشكر ربنا وخلاص لكن النهاردة أنا مدرك تماما الله اتدخل إزاي وحط إيده في المشهد بقوة شكلها إيه وحرك قلب الدكتور أن يلغي أهو ما يعرفنيش كان ممكن جدا يتعامل مع الموضوع كأنه حال عادية وإحنا عارفين إدى كاتر في أمريكا هنا أياما بيشوفه فإنه هو يتأثر بي والله يقول له أقعد وأجل تذكرتك ولغي سفرك علشان الشخص ده حياته ما تبصش فده كان إعلان واضح جدا من ربنا أنه مهما حصل ومهما كانت الحرب شنعاء الدعوة اللي هو عايزها تتم هتتم بغض النظر عن سوء المشهد هو بيعرف يحاوله واو وأنا عرفت كمان أن هم قالوا لك أن أنت هتقعد على كرسي متحرك تعيش عليه قالوا لي هقعد على كرسي متحرك وهيبقى معايا في كل حتة بروحها ولو صبت الكرسي هيبقى معايا عكز ده لو محتاجتش واكر كمان مشاية أنا كنت باخد المورفين في المستشفى إيفيت كانوا مدين لي خرطون كده خارج من الجهاز وفيه زرار أحمر وإيد كده قالوا لي أنت ما ينفعش تحس بالألم لو حسيت بالألم يعني فكرة إحساسك بالألم حاجة لا تحتمل ما ينفعش فأول ما تحس أن أنت بتريد تحس بالألم دوس على الزرارة هيحط بومب يعني جرعة مورفين في الآيفي فضلت أعمل كده إلى أن ابتدى تجي لي هلاوس ودماغي تبقى هاي جدا زي اللي على دراجز بالزبط في المستشفى وبشوف حاجات تعبتني جدا خلال زهني بقى زهنيا أنا باتوه بشوف هلاوس وكأن يضرب مخدرات بالزبط لدرجة أن أنا فيه يوم قمت من على السرير قطعت الآيفي وغرقت الدنيا دم وكنت عايزة أمشي من المستشفى أنا رفد الحالة ومش قدر احتمل الموضوع تيتا كت معايا في الوقت ده وانت قدت قد إيه الوقت ده في المستشفى أنا عدت شهر في المستشفى ما كانش عندي تأمين أنا ما عنديش ورق فطلع لي مريكا علشان الحدثة لكن ما يغطيش أن أنا عد شهر بس هنا بقى دور الناس اللي في العيلة خلتي نجلاء والشيخ فوزي ومراته ما ما نجات ده يرحمها والشيخ سعد كانوا بيحربوا حرب في المستشفى علشان أنا مخرجش غير لما أكون قادر على أقل أروح بس برضو هم قالوا أكتر من شهر مستحيل فهتروح روحت بإسعاف لأن الحالة كانت صعبة جدا من فعش روحها دي في عربية وقالوا لي هتروح بالكرسي روحت ومعايا الكرسي ومعايا طبعا شنطة أدوية شنطة كلها مسكنات علشان على بالما المورفين يخرج من جسمي هياخد وقت فلازم أبتدي أقل الجرعة المساكن تدريجيا أول يوم روحت كنت عايزة أخذ شاورفة خليت ماما جات من مصر مخصوص علشان الحادثة علشان تبقى معايا وقت الحادثة وتعرفت على دينا في المستشفى ده من أول مرة في المستشفى أول مرة شافتك في المستشفى وانتي في ده كله وقالوا لك أنه هو هيبقى على ويلدشير وهيبقى على كرسي متحرك ويعيش عليه ومش هقدر يمشي وانتي ما فكرتيش طب أنا هقابل المستقبل ده إزاي أنا لسه حرة ممكن أسيب الناس اللي حوالك قالتلك إيه ماما وبابا قالوا لك إيه كان إيه الموقف لأن ده صراعة تاني أنا كنت مأمنة جدا أن الله وجوده في حياة إيميل واضح قوي بالعالي وبالواطي اللي فيها بكل الظروف اللي ممكن بتحصل أنا أساسا جيت لربنا عن طريق ترميمة عرفت في الآخر إن هي كانت كلمات إيميل واؤو فهو الله استخدمه في حياتي من قبل معرفه فأكيد الله يعني معملش كل ده صدفة واؤو والحب اللي ربنا حطه والإسراء اللي ربنا حطه في واحدة بنت صغيرة ده أنت كنتي عشرين سنة يمكن كنت عشرين سنة تفلة صغيرة وأنت كنت كم سنة في الوقت ده 22 لا أنا في الوقت ده ساعة الحاد سنة كان عندي 19 سنة تقريبا أنا كنت لسه في مقتبل العمر يعني لسه حياتي بتبتدي فلما روحت بقى البيت ومعايا الويلتشير وطلبت من ماما أن أنا تساعدني أدخل حباما أخذ شاور فأول ما قمت من العلويلتشير وقعت وقعت جامد فهي عياتة جامد أنا حسيت أنه لا يعني حسيت بقى أنه الوقت ده في حاجة غلط بتحصل يعني فيه كلام كتير بيتقال على حياتي وبرضه ما كنتش فاهم قوة ده وتأثيره كنت لسه بيبي كريشن بس كان الله من خلال الروح بيقودني أن أنا أعمل الحاجات اللي أنا حتى مش مدرك معناها أو هي إزاي بتتعامل كان هو اللي بيتحرك جوايا وعن طريق كل حاجة هو كان بيقودني أعمل الحاجات حتى لو أنا ودي دعوة لكل حد حاسس أنه هو ممكن لسه بيبتدي مع ربنا الله قادر أنه يقود لسانك وفكرك وزهنك وجسمك ووقتك وكل إمكانية كانت تعمل اللي المفروض تعمله حتى لو أنت مش عارف بيتعامل إزاي أو أنه المفروض يتعمل في الوقت ده لأنه هو قادر هو بيكفيه بس الأمانة يكفيه الأمانة وأن أنت تسيبي نفسك بجد لربنا هو بيعرف يتصرف يعمل كل حاجة داري بقى على فشلك وعلى ضعفك وعلى جهلك وعلى قلة معرفتك وعلى طفولة إيمانك وعلى كل حاجة وانس بس أن أنت اتفقتي معه اتفق حقيقي أن أنت عايز تبقي معه هو بيتكفل بالشيئة كلها لحد المتجبري ويأكلك واحدة واحدة كده لحد ما النمو يكتمل فأنا في الوقت ده بقى بتريت أمارس قوة الإعلان ورفض الواقع اللي بيتفرد على حياتي فأولت لهم يا أنا يا الويلتشير في البيت أنا ولا هقعد على الويلتشير ولا همشي بمشاية ولا هاخد الدواء أنا مش هبقى يعني مش هبقى في حجم الحاجات دي اللي هسلطان علي حتى لو معرفتش أقول اللفظ ده سعيد لكن ده اللي كان ربنا مليني به فهم فعلا يوميها أنا عملت صورة كبيرة في البيت على كل اللي تقل على حياتي وعلى كل اللي بتقل على مستقبالي قلتهم لأ دعوت ربنا هتكمل وأنا مش هبقى عاجز وحياتي مش هتوقف هنا والحاجات دي كلها تطلع بره البيت مش هتبقى معاي حتى فكنت لابس القفص اللي ما أحبوز فيه ده كانوا عامنيني زي هيكل كده علشان أنا ما كانش ينفع أتحرك ولف رقابتي عادي ولا وطي دهري ولا أفرد وغير بالشكل ده فكنت قاعد جوا ده وقت طويل الصورة دي في المناسبة بالمناسبة كانت عند الأسيس أمير في الكنيسة أنا أصررت أن أنا أروح أول حد بعد خروجي من المستشفى أنا رفضت بقى الويدشير ونزله في الشارع ورموه وبطلت أخذ الدواء لدرجة أني كنت قاعد في الأرض بعض في السجادة بسناني وفي الكنبة زي المدمنين بالزبط اللي بنشوفهم في الأفلام كان أنا عشت السينز دي المشاهد دي حقيقي بجد علشان أطلع المخدر من جسم بس اطلع والوقت ده بقى هو ده الوقت اللي الله استخدم فيه الأسيس أمير بشكل مش طبيعي أنا ما شفتش تواضع وخدمة وتنازل وتوفير للوقت وللمجهود بالشكل ده في حد يعني لو من دمي ما كانش هامل معي اللي هو عمله ده بجد أنا بشكره جدا بجد من قلبي النهاردة بقوله أنه فرق في حياتي قوي والعلامة اللي هو سايبها في حياتي حلوة وغالية وكبيرة ومش هنسى أبدا الوقت اللي هو عمله كان بيجي يخدني من البيت للدكتور يقعد معايا كل مقابلاتي في كل المستشفات ومع كل الدكاترة كانت من خلال الأسيس أمير كان بيجي يخدني ويقعدني في العربية ويشلني ويسوق بي ويوصلني البيت فأنا بشكره لأنه من غيره كان ممكن حاجات كتير ما تحصلش بالشكل ده شكرا على قلبه وعلى أمانته جدا شكرك يا رب نشكرك على الناس الأمنة والخدام الأمنة وساعتها كتبت ترنيمة هل ترنيمة أنت المسؤول؟ لا أنت المسؤول دي تكتبت بعد وقت تاني بعد وقت طويل لكن كان لها حدوطة برضو هنسمعها دلوقتي قل لنا الحدوطة للأسف إن الوقت عمال يجري تتصور يعني نص ساعة عادت أنا كنت كان في خدمة من الخدمات اللي أنا بتديتها في مصر وزرعت وبنيت فيها المدة أكتر من عشر سنين جي وقت كده الله قال لي خلاص دورك هنا خلص وامشي فكان صعب علي جدا أنت عارفة ده بيبقى صعب لكن بيبقى علينا دايما نتطاع زي ما إبراهيم عمل كده أخرج ولم حاجتك وروح مصر ومش عارف إيه اللي هيحصل وهيعمل إيه بس أطاع فأنا كنت بقول له طب يا رب اللي جاي شاكله إيه فكان صوت الله واضح جدا أنه ما لكش دعب اللي جاي أنا المسؤولي أكفيك أنه أنا أكون شايف حتى لو أنت مش شايف فأقلت له كده أنه السكة اللي بيبقى آخرها مش معروف أنا أمشي معاك فيها مغمض مش لازم أشوف تعالوا نسمع الترنيمة دي ونتمتع يمكن مش هنقدر نسمعها كلها بس هنسمع جزء منها بس هنسمع جزء منها أنا أمشي معاك فيها مغمض مش لازم أشوف إيماني بإنك مش هتسبني بيبقى كفاية عشان أقدر أكمل من غير ما يوقفني الخوف السكة اللي بيبقى آخرها مش معروف أنا أمشي معاك فيها مغمض مش لازم أشوف إيماني بإنك مش هتسبني بيبقى كفاية عشان أقدر أجمل من غير ما يوقفني الخوف لو قلت لي امشي على المي أنا همشي بيبقى وهنفس طلبك وهجي لك وانا مش ألقى أصل إنت يا رب لا يمكن لك خاطر بحقاتي أنت ما بتقولش على حاجة تخليك ندمها أنت المسؤول عن تأميني بطمن وانت أمشي عشان إنت عنيك ياسع كشفا اللي لا يمكن أشوفه بعيني أنت المسؤول عن أيامي أنت الطعمل وانت الحامي الحامل اللي بدموسة تريني وانت الأسد اللي بيحميه موسيقى 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 الحرب بتبدأ وبتخلص وأنا لسه بخير مو بشوف ناس حواليا بتخسر فاحروبها كتير الفرق اللي ما بيني وبينهم أن انت معايا والفرق اللي بيحصل بوجودك فرق كبير الحرب بتبدأ وبتخلص وأنا لسه بخير وبشوف ناس حواليا بتخسر فاحروبها كتير الفرق اللي ما بيني وبينهم ان انت معايا والفرق اللي بيحصل بوجودك فرق كبير انت بتحفظني من الشر اللي أنا ما بشوفوش في نوع حزن معايا في الدنيا أنا ما بعشوش الفرق ان انت معايا الفرق كبير الفرق ان انت معايا والرب عمل معجزة وأميل اللي كان هيفضل طول عمره على ويلدشير على كرسي متحرك الرب شفاه وقومه علشان في دعوة على حياته لكن حاجة تانية حصلت انت قاعد في البلد هنا من غير ورق قانوني ومن غير حياة وتشتغل ايه؟ عملت ايه؟ بعد شوية احنا اتجوزنا وكان طبعا القرار زي ما انت قلت متحوط بمخاوف كتير على المستقبل لكن الرب طامن جميع الاطراف وقررنا ان احنا هنتجوز بصوت واضح من الرب ودعوة واضحة تريد بقى القضية تدخل في مراحل صعبة لحد ما وصلنا للسوبريم كورت بعد الجواز بشهور جي القرار النهائي خالص انه مش هينفع تاخد ورقة خالص مفيش قرار ترحيل نهائي وصلنا للسوبريم كورت بالرغم انه متجاوز من واحدة عندها سيتزنس ما كنتش لساقات جنسية انا كنت كله بجرين كارد ما كنتش قادر لسه اساعده في اي حاجة في الورق فاقفيل ورقفيل حد ما الرفض ان هيجي كان فيه ضغوط عليها ان ما تتجاوزيهش وهو يعني كان فيه بعض الاطراف مش مش العيلة المقربة لكن كان فيه بعض الناس انه انا ما عنديش ورق وانتي ما عنديكيش غير جرين كارد طب هتتجاوزيه ازاي وانا من ناحيتي كان فيه اطراف برضو خارجية بتقولي انه ياميل طب اتجاوز واحدة عندها سيتزن لكن ما بين هنا وهناك كان الرب مصر انه نسمع كلامه الجواز مش مصالح الجواز مش مصالح الجواز دعوة واو بس فابتدينا بقى رحلة اصعب من انه هناخد ورق او لا او التحديات وعلى مات الاستفهام كان خلاص بقى جات الاجابة وانه انا مش اخد ورق خالص بالطريقة دي فاستنى بقى انشوف ايلا يحصل احنا كان عاملين اسايلوم كان فيه محامي كده كتب قصة انه انا متهد والحاجات اللي بتعمل دي فانا كنت بروح المحكامة بقف على بالمحكامة بصلي انه لا يا رب انا مش هدخل اجزب والمحامي كان بيبقى بيشد في شعر انا مش بقول كده علشان اقول ان انا هير ويعني لكن انا بقولك بامانة اللي حصل انا ربنا كان مديني القوة دي كده اهو وانا مش عارف اللي بيحصل بس كنت بقف على بالمحك يقولي بتصلي تقول ايه فبقوله بصلي انه انا ماخدش ورق بالشكل ده انه كان يبقى عندي حلين يا ابني حياتي على كسبة انا عارف انها مش حقيقية يا اما هضطر كل مرة حد يسألني خدت ورق ازاي ادري على الكسبة بكسبة وده اللي قاله لي حبيبي الاسيسة فق داود قال لي ربنا مش هيسمح لك بكده ابدا عشان لما تقعد تشهد زي يوم زي النهاردة ده اشهد ان انا ماخدش ورق عن طريق كسبة فالرب حماني من ده فضلت امورت صعد لحد ما اجيه وقت بقى ان انا كنت بادخل شغل واسيب شغل وادخل شغل واسيب شغل كنت بتشتغل فين جاز؟ كنت بتشتغل بقى في مطاعم وفي جاز ستيشنز وفي سيكوري جارد وفالي باركين كل الحاجات اللي ممكن اشتغلها من غير ورق وفي الدراء كده الى ان قفلت خالص بعد كده بتريد اشتغل في الميديا برضو في الدراء كده اشتغلت في شوية حاجات وخدت شوية خبرات بتديت اتعلم ربنا برضو اللي علمني الموضوع انه فجأة كده لقيت نفسي بعرف اشتغل وايهاب فريد تعرف ايهاب فريد برضو علمني شوية بشكره ايهاب كان من الناس اللي فرقوا في حياتي مش عايزة انسى حد لانه الله عين في حياتي ناس كتير جدا فمع حفظ الاسماء والالقاب وكل حد عمل حاجة في حياتي الله عارفه بالاسم لكن ابتديت اتعلم منتاج وبتديت اشتغل شوية كده فبتديت تتفتح قواب بس برضو جي في وقت كان خلاص قفلت وانا كنت لأسباب احتفظ بها لنفسي ما كنتش عايزة اكمل في المجال ده فبتديت ادور على شغل تاني فما كانش في حاجة خلاص موجودة غير لان اروح اشتغل في جاز ستيشن بس حتى كنت راح مقدم لان اشتغل كشير واتقالي لا انت هتخسر الحمامات وتسايل الارض وكده بس عشان انت معندك شارع فوافقت رواحت البيت اليوم ده انا فاكره كويس اي فاكر تفاصيله جدا قعدت على الارض جنب السرير في كورنر كده زي الطفل الخايف مسك رجلية بأدية وبقول للربنا انه مش ده الاتفاق يعني مش ده الاتفاق يعني الحكاية ما بتكملش كده مش حاسس ومش مصدق ومش مقتنع انه ده اللي بيني وبينك وديه عودك لايه بس لو انت عايز تعلمني حاجة معينة فبترجعني للنقطة دي تاني للنقطة الصفر تاني عشان حاجة معينة انا متعلمتاش انا موافق بس كنت بابكي بكة غير عادي لدرجة ان انا من كتر البكة وفي وقت الصلاة وبكيت انا نمت وانا قاعد في الارض رحت متصلب ايا تيتا قالتلي امين انا كنت بصليلك وربنا بقولك ما تقبلش الشغلانة دي هو مش هيلبسك توب الزل تاني ودي كانت جملة في وقت يعني مفترق طرق كبير في حياتي انه هرجع ليه في اللفة تاني كلها من الاول بعد كل اللي تعلمت وعرفت والخدمة اللي ابتدتها والنعمة وكل ده خلاص بقى انا هرجع تاني ده كان هيبقى زل تاني فعلا يعني بالنسبة للتعبير اللي هي قالته انه الله ما كانش عايزني ارتدي ده تاني ما قصودش ان فيه شغل عيب اطلاق كنت ممكن اروح واخسل الحمامات وبين ربنا بس ربنا ما كانش عايز ده يحصل في الوقت ده الوقت ده كان ابليس بيحاول يكسر عيني تاني يقول لي انه لا ما فيش حاجة تحصل في الوقت ده بقى ابتدى وجودك في حياتي عن طريق حبيبي مجدي وقال لي انه الموضوع هنا مختلف وحاجة انت هتتبارك فيها وصلي وشوف ايلا هيحصل فابتدت بقى علاقتنا بيكو العيلة الجميلة اللي بركت حياتي بشكل غير عادي وابتدينا بقى نخدم مع بعض وابتدت الامور من هنا تتفك وتتحل بعد ما ده حصل حتى بعد كده مشكلة الورق ابتدت تتحل والله عمل معجزة برضو تاني انت بتقول ان احنا بركة في حياتك لكن انت ودي انا بركة في حياتي من يوم ما انت جيت واشتغلت معنا وايد ربنا عليك وايد ربنا على كل كلب بتعمله وايد ربنا على كل برنامج للمرأة الفاضلة وبنصوره في الستودي بتاعنا الصغير كل حاجة بتبقى ممسوحة لانها سوقت بصلة وسوقت بحب وسوقت يعني انت انت ربنا استخدمك معانا قوي 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 يا ايميل وانت ودي انا بركة كبيرة في شغلنا وفي حياتنا شخصيا انا بعتبر ان انا ربنا اداني ولد وبنت تاني same here يا فده شرف كبير واحنا بقول كده البعض من وراء من غير الكاميرات ومن غير ما الناس تبقى قاعدة لكن انا اتباركت بيكو بركة باند حدود الشغل والعلاقات الشخصية حتى بركتكو في حياتي كانت كبيرة نمو روحي ونمو فني ونضج في الشخصية حاجات كتير ابي حصلت انا معاكم فتأثيركو كبير ربنا يباركك ونبارك كل حاجة بنعملها عشان انت فيها علشان احنا مع بعض التموقع والتمركز بتاع المؤمنين في الوقت اللي ربنا محددوا لما بنعرف نسمع صوته ونبقى في المكان اللي هو عايزنا نكون فيه مع الناس اللي عايزنا نكون معاهم بيفرق في النتيجة بشكل غير عادي دي حقيقة فانا بشكر ربنا انه بحصل شكر ربنا وحصل كان وقتها وقت الحرب بتاعت العراق والحرب بتاعت سوريا وكت بسافر وكت اجا لقيه ابعت لك الصور واجا لقيك مجاهز كل حاجة ونروح بالحاجات دي للكونغرس واليونيتد نيشنز والكلام ده ربنا استخدمنا فعالات كتيرة استخدمنا ربنا مع بعض بشكل غير عادي وكتب يدي لك افكار وكتب يدي لك حاجات يعني كتب هو طلع على الحاجات دي ازاي هو يا رب انت عملت دي ازاي وكت يعني دايما حاسة بوجود ربنا معنا وفي البرامج المسيحية اللي كانت بتطلع والتصوير اللي كلنا بنصوره يعني ربنا استخدمك واستخدم مجدي معايا هنا مجدي ثابت واستخدام غير عادي وربنا مبركه دلوقتي في الكرمة وبيشتغل في مكان اكبر بكتير وربنا مبركه ومبركنا كلنا من خلاله لكن بعد كده البندامج جاء وحصلت ضربة تانية خدوا بالكم المدعو إبليس عايز يدمره لكن يسوع بينقذوا وآيات وعجائب بتحصل معا احكيلي بقى بعد ما البندامج ابتدى انت كنت حامل حامل في البيبي التاني مايا بالنوتة هالأمورة مش عارفة جبتوا صورة لمايا ولا لا مايا بنتهم النهاردة عمرها 11 سنة تقريبا 11 سنة بنت أمورة وجميلة وزكية وشايفت مع باباها ومامتها كل التعب ده فالبنت ماتيور قوي تعودوا تتكلموا مع مايا دي أنا ببعض واتكلم ازاي البنتتي 11 سنة بتفكر بالطريقة دي ووقفة بالطريقة دي بصلاة وبتسبيح وفهمة ان فيه حاجة اسمها دعوة ربنا مايا كمان كان فيه حربة على حياتها من الحاجات اللي حصلت معنا انه مايا قعدت 4 سنين كاملين ما بتقولش ولا كلمة مش بتتكلم خالص تعالش هتتقول بابا ولا ماما ولا اي حاجة والدكاتر فضلوا يقولوا عليها برضو كلام غلط وقالوا انها عندها توحد ومش هتبقى بتتواصل مع الناس ومش هتتكلم لكن الله حط اشخاص برضو معينين في وقت معين زي عزيز وقال لي انه ارشمها بالزيت واتنبأ على حياتها ان هي هتتكلم وهترنم وفاكر انا الوقت ده كتبت النوت دي وروحت رشمتها بالزيت وقلت لها ان انت هتتكلمي وهترنمي وبتتكلم وبترنم دلوقتي وتكلم احسن من دينا كلنا بابا شكر ربنا معجزة من ضمن المعجزات اللي حصلت انا فاكرة اول ما جيت عشان تشتغل معنا وقلتلي وحكتلي عليها او قلبي كده قال لي البنت دي هتكون لسان للرب وفعلا هتكون لسان وهتكون فويس للرب باسمي صعصوت للرب صورة مايا هي صورة مايا كلنا شايفينها امورة وجميلة زي مامتها وباباها بعد كده بقى ابتدينا في حتة ايه البنداميك ده انا كانت حامل واحكي بقى اللوكداون حصل في امريكا يوم 13 مارس انا 11 مارس كنت بولد في المستشفى حصل اللوكداون في اخر ليلة لية في المستشفى كنت الواحدي خالص ما كانوش سامحين لايحد يكون معايا غير اميل يعني عدينا اليومين بتوع البنداميك وطلعنا من المستشفى وروحت البيت مافيش اسبوعين ورجعت تاني المستشفى بمشاكل كتير واقع يعني حصل لي كومبليكيشنز كتير بعد الولادة المرارة كانت ضربت خالص كانت مليانة حصاوي فكان لازم المرارة تتشال شلت المرارة والبنك رياس والليفر كانوا تقريبا بيتدمروا فعملت مجموعة عمليات كده 4-5 عمليات كلهم ببنك كلي الواحدي عشان الكوفيد طبعا مافيش زيارات في المستشفيات خالص فكانت فترة صعبة جدا علي ولسه اللي برجع البيت بقى اميل هحكينا بقى اللي حصل على الوقت ده كان معايا دان بقى الواحدي في البيت ماما جات تقعد معايا شوية لكن مامته مش موجودة فهيو كان وقت صعب نفسي كمان عليها ماقلتش ده لكن كل ما بكلمها بتقولي انا متدقى انا محرومة شي الابني يعني وحس بيه في اول ايامه وانتي فاكرة الوقت ده ما كانش فيه بقى المحلات ما فيهاش اكل وما فيهاش السبلايز اللي انتي محتاجاها فكنت كنت متحوط بشوية مسؤوليات كتير كده زحمة جدا فجأة والواحدي والموضوع كان صعب وهي مش موجودة وانتي عارفة احنا متعلقين ببعض ازاي فكان كمان قلبي معاها وانه هي لوحدها ومش عارفة بقى معاها اتباعيت كتير قوي في الوقت ده بقى كنت لازم اخد حقنة كان القلم بتاع ظاهري ابتدى يزيد كان بقى ليه سنتين تعبان وقالوا لي وكنت واخد حقنتين بس قالوا لي لازم تاخد حقنة تالتة كده بشكل معين ببروسيدر كده فحددت معايت ومع بداية خروجها من العمليات دي اول ما هي خلصت كان دوري انا بقى ان انا اخد وده بقى كان بيك كانت كان وقت صعب ابي روحت خدت الحقنة خدتها غلط الدكتورة ادي تاني ادي تاني غلط حطتها في مكان غلط ناحية العصب بشكل خاطئ وطريبا الحقنة اللي هي ادي تاني الانجكشن ما كانتش معقمة اناف او كان في حاجة فحصل انفكشن صعب جدا دهري ورم وكنت محني محني بجد جسمي متني لتحت راسي تحت كده ونص دهري لتحت مش قادر اقفر الظهري ولا قادر امشي ولا قادر انام ولا قادر اقف ولا قادر اعمل اي حاجة عادت كده فترة طويلة وانت فاكرة الوقت ده كويس وانت فاكرة كان وقت صعب جدا وكأني فعلا زي ما انت بتقولي كل ما حاجة تخلص ابليس بيحاول محاولة جديد لكن زي ما قلنا في الإعلان أنه في هذه كلها يعظم منتصرنا رب دايما بينهي النهاية الحلوة هو إله النهايات الحلوة أنا كتابت عنه كده وقلت أنه هو إله النهايات الحلوة بيعرفينهي الحكاية دايما صح ابتدت الأمور تتطور وأنا فاكر أنه الورم كان ابتدى ينزل شوية بعدما روحت روح شوية ده كانت تقول لي خد دواء وبرشام علشان ما فيش أي حاجة هتحصل بقى لحد ما الورم ده يقل علشان تفرد جسمك الأول وبعد كده ينفع تاخد حؤن تاني أو نشوفها نعالج الموضوع ازاي فكنت خلاص باخد الدواء والورم ابتدى يقل وبتديت أتحسن فاكر بقى أنا الليلة اللي انت كلمتيني فيها مش عارف انت فكرها ولا لأ قلت لي مين أنا بصلي وربنا بيقولك روح المستشفى ده بقى ده فأنا كان بالنسبة لي بقى ده يعني برغم كل حاجات الحلوة اللي بيننا وانا عارف انت سنعي صوت ربنا كويس وكل حاجة بس اللي هو أنا ما صدقت مفيش مستشفى ومفيش حقا وابتديت أتحسن روح المستشفى ليه فعدت عاند معيكي على التليفون مش عارف انت فكرة ولا لأ انت احتدتي عليها وقلت لي تروح دلوقتي حالا كان الدكتور هاني تقريبا قالك انه ممكن يكون فيه مضعفات حصلت وهو كمان مش مرتاح وانت صليتي قلت لي لازم تروح دلوقتي فدي انا قالت لي اسمع كلام ايفيت من فضلك وروح رحت المستشفى فضلهم اعاديني ساعتين ثلاثة بره وفي الاخر اللي ما اخدوني قلت انت عندك بلاد انفكشن الانفكشن وصل للدم وانت جيت في الوقت المناسب جدا لانه كان ممكن تموت اساسا لو اعادت اكتر من كده فدي كانت حاجة في الدرة دي كانت حاجة في الضلمة لكن الله اعلن عنها وحركني وقضني من خلالك ومن خلال الناس انه انا اروح المستشفى في وقتها ما كنتش حسس اي حاجة في جسمي انا كنت حسس ان انا كويس انا هبتدى اخف خلاص لكن لا ده انا كنت ممكن اموت اساسا فكان ابليس مش ساكت خلاص الحرب كانت صعبة جدا رحت المستشفى قالوا لي انه خلاص الحلول مفيش تقريبا غير ان احنا لازم نعمل عملية نقطع العظمة دي التيل بون كانت معوجة التيل بون كانت عاملة كده على اللي اه كانت متنية الجوة كده فلما كنت بعد عليها كنت بدوس عليها فبدوس على العصر فكان الالم لا يحتمل انا لحد النهاردة كده واخد توتل سباح حقا كورتزون في العظمة دي انت عارف يا ايميل ربنا وقف لنا الدكتور هاني وقف لنا الدكتور واقل الدكتور واقل ربنا بعطه لنا من السماء من السماء انا عارفة ان احنا هنكون بنطلبه وهيقول على اللي كان بيعمله اللي ربنا استخدمه فيه معاك وهو غالي علينا جدا وانا تعرفت بالصدفة في سوريا حياة حبيبتي كديسة فعلا ربت ولادها بمحبة وربتهم يحبوا الناس وازاي واقل ده وورانا واخوه شادي ازاي دول كده اديتهم للرب علشان يخدموا الرب فأي وقت واقل تطلبه تلاقيه ووقف معاك جميل جدا ووقف معايا برضو فيكتور لما تعبوا وجالوا البركنسونس دزيز وادالوا كده رؤية وشاطر جدا على فكرة هو من الدكاترة العشرة على امريكا في ازا نيرولجي هيتكلم معنا الدكتور واقل اهلا بك يا دكتور واقل ازايك انت حبيبي ازايك شكرا ربي باركك الحلقة كتير حلوة انا مش عارفة انت قادر تسمعها ولا لأ في ظروف شغلك مبسوطة كتير انه اميلي كنت معك وانا شكرا ربي باركك كتير شكراك حبيبي ربنا استخدمك بمجد وانت كنت شايف ايه يا واقل كنت شايف انه اكيد لانه او واشيب معك اعمل خطورة الخط بيقطع دكتور واقل سمعني احسن طب نطلبك تاني نطلب تاني اوكي اتفضل احاوي بقول انه اكيد اللي مارف فيه كتير فقط وكان يعاني كتير من موضوع القلب واشتع هنتصل بك تاني يا دكتور عشان الخط بيقطع اوكي ايضا اوكي اوكي فاكر اول مرة كلمناه انتي اللي اتصلت بي ايفيت بعطتلك الرقم وانتي كلمتي سا انا كلمته وطلب مني اقيس ضغط ايميل بعد بابا ايميل ما سفر السماء كان خبر مفاجئ علينا فايميل تعب نفسيا شوية فاستله الضغط وانا مش بفهم في الحاجات دي قوي مش بفهم في الريدنجز قوي فانتي قدتيني رقم الدكتور واقل اللي ايفيت وكلمته فاكرة كويس اوين وقال لي افلي معايا دلوقتي حالا واتصلي ب911 اوه هو رجع معنا وهيكمل من 911 لما قلتلها تروح 911 تطلب 911 وتطلب الدكتور الاسعاف صحيح بعدين حصل ايه دكتور بعدين تعرفي نشكر الرب يسوع بدي اشهد شهادة للرب ان الرب كانت مع امين وساعدته بهالظروف الصعبة واكيد قدرت الرب هي اللي خلته يتجاوز المرض ويتم التحسن نشكر ربنا يا دكتور واقل عليك وعلى امنتك وعلى محبتك وعلى خدمتك دي الكلسية افريوير دي الكنيسة في كل مكان يعني انا في دايني بقول ده امن بتاعي للرب انه يعطيني حكمة بمعالجة المرضى بس بالنهاية الرب يسوع هو الطبيب العظيم هو اللي بيشفي هو الطبيب العظيم هو اللي بيشفي بنشكر ربنا جدا دكتور واقل عليك وعلى وقفتك كل واحد في مجال عمله ممثل لله يعني دكتور واقل هو الكنيسة الممثلة في الطب هو راعي الرب في الطب وشوفوا النتيجة حصلت ايه هو قالك تروحي الكنيسة شكرا دكتور واقل وهتكمل هي ديانا معانا ايه اللي حصل لما خدت المستشفى بعد ما انت قلتلها هو دكتور واقل قالي اتصلي دلوقت حيلا ب911 واطلوب الاسعاف لاميل عشان الرقم الثاني في الضغط كان عالي قوي فقالي ممكن يحصل له ستروك ممكن يحصل له هارد تاك اتصلي حيلا ب911 ساعتها ايميل ما بيحبش المستشفيات قوي فقالي خلاص لا انا هبقى كويس هبقى كويس انا كنت حاسس ان انا لازم ابقى معاكو كمان بس انا صممت اسمع كلام دكتور واقل بصراحة واتصلت ب911 فعلا وجوه مقاسو الضغط ولقوه عالي قوي واخدوه وحصل وهو في عربية الاسعاف انا مشوفتش ده بعيني بس هو حكالي بعدين اولا نزاري اتاك حسيت ان انا كاني بموت جسمي بيتخشب كله عصبي بتفلت مني وبقى بيتعوج ولساني بيتقل مش قادل اتكلم مش عارف اخد نفسي فتخيلت انا بموت اول مرة حاجة تحصلي كده ومعرفش عنها اصلا فتخيلت انا ممكن يكون بيجرالي حاجة ادوني اسبرين علشان سيولة في الدم وادوني حاجة تهديني وروحت هناك خدت كام حوقنا في المستشفى وليه ده انكزايري ومحتاج تبقى هادي وده ضغط عصبي علشان اللي حصل هو بتاع وايه ده وكده دخلت بقى في المرحلة بتاعت الانكزايري انه رحلة بقى تانية مع قلم ضاهري وانه قريدي انا ضاهر جسمي تعبين فده كمان بيسبب ضغط عصبي ونفسي مع الانكزايري بعد كده وفاتت فكان وقت صعب قوي لما دخلت في الانكزايري وابتدى ابليس يبتدي يشككك انت ازاي مؤمن ويبقى عندك انكزايري وشارك في الحتة حصل انه ناس كتير كانت في ناس بتبقى اوقات المفروض تشجعك بس الموضوع بيجيب نتائج عكسية لانه التعبين كمان بيبقى محتاج تبطبة وحتضان وحكمة شديدة جدا في الكلام اكتر ما تروح يتعلميه دلوقتي وتوعظي ومش بيبقى بيحتاجين كده فعلا احنا مش بيبقى بيحتاجين ده ففيه ناس حسستني انه انا لو على مسافة قريبة كفاية من يسوع مش المفروض يبقى عندي انكزايري وده تعتبر الى حد ما تصنى في خطاية فانا دخلت بقى في انكزايري بسبب ان انا بيجيلي انكزايري فانت متخلاعي انا اصلا عندي انكزايري فدخلت في مستوى اعلى من الانكزايري بتادي تاخد برشام بيبقى مي داون تماما علشان مش قادر بقى تحكم في الموضوع ان انا بقيت اقلق على علاقتي بربنا انه لو في وجود انكزايري فده علامة على ان انا مش قريب من ربنا انف وده كانت خدعة وكسبة كبيرة جدا اكتشفت بعد في مرة كده انا بصلي وشفت المشهد بتاع الجلجوسة قبل وصول يسوع للصليب انه يسوع نفسه كان بيقوله لو ينفع ده ما يحصلش ما يحصلش واو ده معنى ايه ده معنى ايه؟ ده معنى انه يسوع نفسه حتى ولو للحظة كان مستتقل الموضوع انه رايح للصليب فعادي ان احنا يجيلنا انكزايري عادي فانا فهمت انه انا ما كانتش دي خطيئة وده كان حمل عصبي وزهني وضغط نفسي كبير لكن عادي عادي نحس باي حاجة وعادي نروح لربنا نقوله اي حاجة طالما انا موجود جوه الجسد اي حاجة حس بيها ينفع حس بيها وما ينفعش تصنف خطيئة ينفع روح لربنا اقوله انا عندي المشكلة دي شوف هتحلها ازاي هو بقى بيعرف يحلها واو بس دورنج الوقت ده كله يعني انتك ان عندك الالام الفضيعة اللي في ظهرك لان زي ما للأسف الصورة مش موجودة التيلبون بتاعتك كانت عاملة كده زي الشوفة المصورة تبقى 45 درجة كانت 90 درجة كانت معوجة خالص وضغط على العصب زي الدبوس كده او زي المصمار زي المصمار فما كانش قادر يعود ايميل ما كانش بيقدر يعود ما كانش بيقدر يمشي ولا نام ولا اي حاجة فكان في الام رهيبة 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 كنا وقت البندامج كلنا بنشتغل من بيوتنا فكنا مع الناس المصليين والبروفيتك كلهم كانوا بيصلوا لك كل يوم ساعتين معنا هيكون الاخ عبدالله حبيبي وهيحكي خبرته مع ايميل والصلاة مع ايميل مع المجموعة الامريكانة اللي كنا بنصلي باستور جيني وباستور ستام وجاكي وادواردو وفيكتور وأنا كنا كل يوم ساعتين في الصلاة علشان الرب يشفيه ويسكن بس القلم بس يسكن القلم ده كان اقصى طموحنا انه بس ابقى عارف قديل مع القلم وتعود عليه وما يبقاش بيوقف حياتي فاحنا هنطلب الاخ عبدالله دلوقتي وهيجي ويشارك بإيه اللي ربنا كان متدهوله والموعيد وكان دايما بيأكد له انك انت ليك موعيد انك انت ليك دعوة واوعى ابليس يخليك تبص بعيد عن الدعوة وتركز عينك عن القلم وكان صلاة مرفوعة لإيميل في كل انحاء العالم الحقيقة كنا دايما بنبعث لكل الناس وقرمة هنا كانت بتصلي وقاموا بدور هنا معايا يعني غير عادي كنت كل ما يجي من غير إيميل وديانة معايا زي كل مرة كنت بحس كده ان انا زي اليتيمة جاية من غير إيميل وديانة معايا وكان كل التيم هنا مجدي وباسم وتشارلي وأمل وصامل وكل ما تخفيش احنا وقفين ويمكن محدش خالص حس بالفترة دي انه حصل فيه اي دراب لانه كان بالرغم من تعبه ربنا وقف ملايكة علشان العمل يكمل والترتيبات كلها تكمل وزي ما قلتلكم حتى البروكن كريون بيقلط الكريون الوان الشامعة دي حتى وهي مكسورة لو حتى صغيرة بتلون لو حطتها على الورقة البيضة هتلون قد ايه ده كان اختبار وانا بشكر ربنا جدا على فريق العمل هنا في الكرمال اللي وقفوا جنبنا وكانت كل البرامج بتطلع ومتأخرتش وما فيش حاجة حصلت ويمكن محدش من المشاهدين حسوا لكن في ناس كتير منهم كانوا بيصلوا لاني كنت بتكلم معاهم وكنت بشارك معاهم الكنيسة عند الأساسي الشام سمية وسمية ومونة ديراني كل المجموعة دي كانت مجموعة صلاة في تواصل معايا باستمرار وصلاة من أجلك باستمرار يا إميل بشكر كل الناس اللي صلت عشان كان بيجي لي كمية رسائل صوتية ورسائل مكتوبة على كل أنواع البلاتفورمز على التواصل في الدنيا من عدد مهولة من الناس وما كنت انا ما كنتش عارف انت عامل ايه ساعتها الحقيقة انا ما كنتش عارف الحركة بتاعت الصلاة العظيمة اللي انت عاملت صلاة كنتش عارف كان ايه اللي حصل انا كمية الناس اللي بتصليلي مش عارفة عدها يعني كنت بعد أيام بسمع الرسائل من الصبح لبالليل علشان قدر اسمع الفويس ميسجز اللي وصلاني الناس اللي بتصليلي فالحساس ده كان دايما بيطمني وكان دليل على وجود الله انه بيقول لي انا موجود وأكيد بسمع وأكيد هيجي وقت هيحل المشكلة المشكلة مش مشكلة معايا المشكلة مش مشكلة معايا صح متشال متشالين والأمل بتاعنا في المواعيد تمسكنا بالمواعيد في الوقت ده أنا مش عارفة يمكن مش قادرين نكلم الأخ عبدالله لكن بعد كده الكل كان بيصلي الكل كان منتظر معجزة لكن كان الألم موجود فديانة كنت يحسى بإيه في الوقت ده وصلك الإحساس ان انا هعيش بكده طول عمري وهاخد بالي منه وهو في الألم ده يقول لنا كان ايه إحساسك أنا ما كانش في إيدي أي حاجة غير أن أنا قعد أصلي له يعني حسينا خلاص ديكاترا حسسونا أن احنا لازم نعيش ده خلاص جزء من حياتنا لازم نعيش به ما فيش أمل يا إما يعمل عملية ويقطع آخر فاكرتين في العمود الفاكري وطبعا العراض الجانبية للعملية دي أكتر بكتير من فوائدها فما كانش حاجة ممكن نفكر نعملها فقلنا خلاص هنعيش بالوجع ده ودي كانت صعبة عليك يا قوي ناس واحدة من ضمن المصليين لك دي and نايت كانت بتصلي وكانت كل يوم الصبح تكلمني ايه نام ازاي عمل ايه كانت ميمي أنتون ميمي أنتون كانت بتكلمني عليك يا أميل وتتطمن عليك وتصلي وكانت بالدموع بتسأل وكانت بتشارك كل الناس إلى أن دي المعجزة الكبيرة اللي حصلت وربنا استخدمها قوي فيها من كتر ما بتحكي لكل الناس عنك جاء الدكتور عماد وهو كايرو براكتر وحكت له وقالت له ما كانتش بتقوله عشان هي عارفة أن عنده الحل هي بتحكي لمجرد هي بتحكي في واحد كذا كذا وشاب صغير صلوله يتعمل له ايه صلول ربنا يقدر ميمي هنتكون بنتلوبها وهتكون بتشارك معنا احساسها كان ايه وازاي كانت رفعت وازاي المعجزة تمت عن طريق واحدة حبتك وصلت من أجلك بكل إخلاص والرب جاء المعجزة الكبيرة عن طريقها مش عارفة احنا قادرين نتواصل مع ميني اللي حصل إن واحد دكتور كايرو براكتر ده قريبنا برضو الدكتور عماد ياسا مؤمن كديس هو مراته كديسة جميل وحماته مامته الأخت فيبي الأخت فيبي ستة عظيمة ودي مامته ابن صلا وميمي معنا دلوقتي على التليفون وهتحكي لنا اللي حصل أهلا بيك يا ميمي أهلا بيك 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 حسب إيه وانت شايفاه قاعد كده مي أنا مش شايفاه الحقيقة لما عنديش انترنت أنا بس على التليفون دلوقتي. اه اولا انا مش معكم على الحلقة من الاول. لكن انت سأليني افت عايزاني اقول ايه? لان انا هقول طبعا اه كلم. يعني بس اللي حصل. اللي حصل لما اه انت كنت يشايلي دايما في صلاتك وبتسألي عليه. وبعدين جاء عماد عندك. وابتديتي تحكيله. وان اللي حصل? بص يا وعماد كان بيحكيلي ان هو في كولورادو. اه من غير مناسبة خالص لقيته بيحكيلي على الحالة بتاع الايميل. ان هو بيعالج حالات ناس اه بيقعوا من اه على الثلج. وبيحصل لهم حاجة في اللي حصل الايميل يعني. وان هو بيعالج الحالة دي بالذات. فقلت له ازاي احكيلي تاني. فلما حكالي قلت له انا اعرف واحد محتاج اه محتاج يعمل العملية دي. ممكن تعملها له. قال لي اه طبعا قلت له بس اسمع ده موجوع جامد. والتكاتر هنا قاله مصلاة شفايدة في علاجه خالص وما حدش يقدر من المنطقة دي. قال لي ميني هاتي انا عارفة انا بعمل ايه. فاللي حصل ان انا اه اه كلمت اه كلمت اه بيانة. وقلت له ديانة اقدر اتجيب لي ايميل دلوقتي. قالت لي اه بي. قلت له في عندي حد بي ممكن يعالج اه ايميل اه علاق طبيعي من جر اي اه حاجة. قالت لي اريشو قلت له ايس امشور تعالي بس تعالي بدلوقتي. تداري تكوني هنا بعد ديانة لبكتير مثلا کتريبا ساعة. ساعة. وفعلا قم ازله يعني تدخل قوضة وقفل الغاب عليهم وعملو في اتبع ايميله تشاء الحرام لانه كان تقريبا مش مصدق قوي ممكن حاجة زي كده تحصل. فعملو جزء وقال له طبعا نكمل الأسبوع اللي جاي بعده يعني نكمل مرة تانية لازم نتعملها مرة تانية مرة تانية عملها له واتواجه شوية وقال له بعد الأسبوع اللي الزبط هتبقى طبيعي جدا هو في نفس اليوم نمبر 2 وهو اللي سابع وبعث له إيميل أو بعث بيقول له أشكرك جدا يا دكتور هماذي بك أنت عملت لي البروشيدور دال أن أنا قدرت أسوق من هنا لغاية البيت دا كان معجزة أصلا دي هي معجزة بكل بمعاني الكلمة ربنا اتدخل بطريقة غير عادية معجزية مثالي دي دموع ديانة ودموع مامة إيميل ودموع إيميل ودموع كائدة على إيميل الناس كتير كتير بتبكي عليه على الحالة اللي هو فيها دي حقيقة ميمي وشكرا أن أنت كنت الصوت اللي ربنا استخدمه عشان معجزة تحصل لما المعجزة بتحصل بيبقى فيه حاجات كتير لازم تكون موجودة عشان معجزة تحصل فلو أنت النهاردة ربنا استخدمك تكوني الصوت بشكر ربنا عليكي ودايما تكوني صوت ودايما تكوني مستخدمة في اللي ربنا استأمنك عليه والدهولك شكرا حبيبتي شكرا 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 وربنا يبركك ويستخدمك أكتر وأكتر ونتعلم منك أن محدش يخبي حاجة أي حد يعرف حد تعبان يفضل يتكلم دي وحدها دي وحدها رسالة إيمان حقيقي لما حد يعرف أن حد تعبان يشيله بالصلاة ويتكلم ويقول ويا ما ساعدتي بطرق كتير يا ميمي وربنا يقف معاكي وعمرك ما هتشوفي أيام صعبة لأن عندك قلب الرحيم وبيحس بالناس أمين شكرا حبيبتي شكرا بنحاول برضو نجيب الأخ عبدالله مرة تاني لكن مش عارفة إذا كنا هنقدر ولا لأ لكن خلينا نطلع هنقدر مش هنقدر نجيبه هنحاول أن إحنا نحكي إيه الدور كان بتاع عبدالله عبدالله خدم الرب في مروكو وربنا بيستخدمه بقوة بإعلانات وهو من أنبياء الله الاستراتيجيين في الوقت ده يعني إيه نبي استراتيجي النبي استراتيجي ربنا بيوجههم للناس اللي ليهم دعوة يعني فيه كذا نوع من النبوة فيه إيموس نبوة النبي بتاع إيموس اللي هو بيصلي لكل الناس وبيدي كلمات وإعلاناته ربنا بيدي له كده الشخص التاني أو الدعوة التانية الأخ عبدالله صرته معنا اللي هو بيصلي ربنا بيحط قدامه الناس اللي ليها دعوة دعوة جلوبال دعوة أو دعاوي على أماكن يعني أماكن استراتيجية في العالم فهو شاف إن إيميل عنده دعوة وكان بيصلي وكان بيقضنا كلنا في صلاة ما كناش فاهمنا وكنا بنصلي بألسنة وبنصلي بالروح كل يوم ديوريج البنداميك إلى أن الرب عمل المعجزة وكان شايف هو إن ده يحصل وكان بيكلم دايماً إيميله وبيتصل بيه وبيشجعه قل لي حاجة من الحاجات اللي قالها لك في وقت صعب مسكت فيها وحاربت بالكلمة النبوية أنت ودينا دور الأخ عبدالله في حياتي دور دور مهم جداً مش بس من وقت التعب لكن كمان هو ساعدني وكان من التولز القوية جداً اللي الله استخدمها والرئيسية في أنه يحصل ملء بالروح في حياتي وأن أنضج روحياً بالشكل ده وأنه مستوى إيماني يختلف ويرتفع بالقوة دي علشان أبقى مؤهل كمان أن أنا أقابل الظروف اللي أنا كنت أقابلها يعني دايماً الله بيسبق الحدث الصعب بتجهيزه إعداد علشان أبقى هقدر أقابل الموجة اللي جاي ودي نقطة احنا مشينا فيها من مراحل يعني كانت خطوات اشرح الحتة دي لأنها كانت مهمة ونقطة خطيرة في حياتك يعني أنت كنت مؤمن عادي وسمعنا كل القصص دي أنا كنت مؤمن وكنت بخدم وكل حاجة وبصلي وبدرس الكتاب ونقطة بالله كويسة ومستخدم وكل حاجة لكن كان فيه كان فيه زي ما يكون فيه حيطة كده لسه مؤعدش كان فيه حاجة كده كنت دايماً كان بييجي عليها أوقات دي أنا فاكرة ده في السر بقى هي الوحيدة اللي عاشت معها الأيام دي كنت بابكي بكى غير عادي في الغرف المغلقة إنه كنت بقول لها أنه أنا حاسس إنه فيه بعد جديد في حياتي فيه حاجة فيه حتة لسه منطقة أنا موصلت لهاش وأنا مدعو ليها حاسس إنه الله بيناديني علشان حاجة أروح أمتلكها أخدها لي حاجة بس أنا مش عارف إيه هي ومش عارف روح إزاي فشفت عبدالله في دالس شفت قاعد على الأرض مؤتمر الروحناية بتاع المؤتمر بتاع لاري لاري تايلس لاري تايلس شفت حد بسيط جدا قاعد على الأرض كان قاعد على الأرض مش على كرسي بيصلي كده ما تخيلتش خالص إنه إنه أصلا ده الحد اللي هيتطلع على الستيج وإنتي ما كنتش لسه قلتيني إنه هو ده عبدالله فجأة لقيت حد طلع على الستيج تحاول لأسد كمية الهدوء والتواضع والقاعد مضموم كده وقف على الستيج ملء بالروح مش طبيعي تأثير غير عادي نقلنا كلنا كان تأثير مش عادي وابتدأ يتكلم عن الدعوة وعن دورنا حتى لو دورنا صغير في حيثة مختلفة من العالم وفي مناطق مختلفة بيكون دور مؤثر ومحوري ورئيسي وقعد تستهن بأي حاجة الله بيقولك إنه أنت تعمل واتكلم عن الحرية وفضل يصلي وقت طويل قوي عن الحرية إنه أي حد على حياته قيد أو حاجة ربطة ومنع إنه هو ينطلق يصلي بالحرية فأنا اتنقلت جدا الوقت ده حاسيت إنه في حاجة بتحصل غريبة دي كانت أول ستيج فطلبت إن أنا أقابل عبدالله مقابلة شخصية على انفراد وده عكس طبيعتي تمام أنت يعرف فتخطيت الخجل وقلت أنا لازم أقعد مع الشخص ده أصلي معاه صلى معاه وابتدى يعلم لي إنه أنا اللي هي دعوة مميزة وربنا عايز يديني الشباب بشكل معين وقال لي باللفز كده قال لي فيه زرعة في أرض فيها زرعة لازم أنت اللي تجنيها كل ما هتتأخر كل ما هيبقى قوان القطف بتاع السمر ده اتأخر وهيبقى إبليس بيزرع معاك في نفس الأرض أنت نفروض تروح تزرع وتجني فيها هيحط هو حاجات فكل ما هتتأخر كل ما هتبقى بتضيع على نفسك حاجات مهمة ربنا عايز يديني لك فسدق أن الله عايز يديك كتير وبتالي يصلي معايا أن أنا أتملي بالروح القدس وأن أنا أدخل لأعمق جديدة في العلاقة وخلاص حسيت أن أنا اتنقلت شوية ورجعت وفضلت على تواصل معاه لأنه تأثرت بحياته جدا وبالتضاعه وكت عمله دوشة كتير كمية رسائل كتير جدا لكن بشهد له بأنه كان طول الوقت متاح وطول الوقت أمين أنه هو يجاوب إخلاص ويقدم النصيحة اللازمة بعد كده سافرنا تاني دالس بعدها سنة كانت السنة دي أنا لسه بتجسس كده الأرض الجديدة وبحاول أحبي في العلاقة الجديدة وشغلك يعني كل الشغل اللي أنت بتشتغله كله ناس مريانين بالروح طبعا كان عندك question ده إيه ده طول الوقت كان عندي تساؤلات إنه ده إزاي يعني ما كنتش بتساءل عن حقيقة ده من عدمه لكن كنت عايزة أعرف ليه مش كل الناس وليه في ناس بتحس بده وناس لأ وناس بتقبل ده وناس لأ وليه الله بيمايز ناس معينين بحاجات معينة وأنا بحب ربنا جدا كده ولسه مش منطلق الانطلاقة دي فكان طول الوقت عندي جوع وحتش غير عادي أنا مش فاهم هو إيه اللي ناقصني طيب يا ربي يعني أنا إيه اللي ناقصني علشان أتنقل النقلة دي إيه لأن رحنا في المؤتمر بتاع سيندي جايكبز سيندي جايكبز في شهر 11 2018 2018 2018 2018 2018 وفضلت المؤتمر عادي حضرت المؤتمر ودي الحاجة الغريبة إنك أنت تعبان لكن الرب كب يقول تروح آه وكنت بروح وكنت بتبارك جدا في شوالة مرة أطعت كنت بتبتع واقف طول الوقت في الطيارة ومش أقدر توعد لكن الرب كان مديك كده كنت بتبارك جدا كنت بتبارك وبرجع بحصاد ففي آخر يوم في المؤتمر في آخر لحظة قالوا هنصلي وهنعمل حاجة اسمها اكتفيشن لو حد ربنا مديله حاجة ومش عارف يحط إيده عليها النهاردة فرصة ويوم كويس إن انت تتقابل مع الله بشكل مختلف وتاخد لليك كان شاك بيرس هفتكر اللي كان بيتكلم على الاكتيفاشن اه تمهيل فصل لنا وحصلت إنه ربنا داني كلمة لحد لأول مرة في حياتي حتى أنا كنت بقولها بخجل وما كنتش متأكد مسحدة قوي إيه اللي أنا بقوله ده أول مرة لكن الله داني كلمة لحد ما عرفهوش وهم قالوا شنقي حد ما تعرفهوش خالص في حياتك عمرك ما شفت قبل كده فاخترت حد بكسوف شديد طبعا وقمة الخجل فقلت له وينفع صلي معك نصلي سوا قال لي نصلي فهو كمان اتأثر بالكلمة اللي ربنا دهاني لي وبكى وقال لي اللي انت قلت كله حقي فأنا نهرت في البكى بعد كده سيندي جيكوبس طلبت من كل الناس اللي حسوا إنه في حاجة يعني جار اكتف فيدد فيهم يتقدموا علشان هيصلوا يصلوا لهم تاني أنا في الوقت ده بقى كنت منفصل عن العالم تماما حاسس إنه أنا مش سامع الناس قوي جسمي عمالي يبرد جدا 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 ويسخن جدا جدا وبعرق وبعد كده ترعش فخرجت على التربيزة بتاعتنا اللي كنا حطيناها في المؤتمر وانتي فاكرة بقى الوقت عادت عاية بقى بكي بوكا هستيري وسوتي عادي جدا وكنتش حتى حاسس بالناس ولا فارق معايا الناس اللي في الطرقة الكبيرة دي كل المؤتمر كان خلص المؤتمر كله بتفرج عليها بس إن كنتش حاسس ولا فارق معايا كنت حاسس أن أنا في حتة تانية خالص وباخد حاجة جديدة وزي ما تكون فيه طلاصم كده كنت مستنيها تتفك طول السينية بتادي تتفك وتتفسر والله طب طب عليها بشكل مختلف وداني حاجة أنا من ساعة ما خدتها وأنا حادي كلها اختلفت وبقيت حاسس إنه الله عنده كتير قوي اللي بيطلب مش هقول غير كده الله عنده كتير قوي بس إحنا اللي مش بنطل يعني تقدر تسمي اللي حصل لك ده إيه ملء هو ملء أكيد بس هو بالنسبة لي مش بس مجرد ملء هو تحول تقدر تقولي حصل تجديد حصل نقلة غير عادية في حياتي أنا أنا بقيت واحد تاني ببساطة أنت بقيت واحد تاني نفسيا ورحيا نفسيا وزهنيا وروحيا وجسديا أنا بقيت بشوف الأمور بشكل مختلف بقيت بشوف الموجة العالية اللي جاية علشان تغرق عارف إنه هيجي حتى لو في الهزيع الرابع الله هيحط إيده كده ويروح رفعني فوق الموجة بقيت بشوف الأمور بشكل مختلف مش بس بحس بيها بشكل مختلف لكن رؤيتي للعالم واللي بيحصل فيه والإخواتي وللكنيسة وللشغل وللخدمة كل حاجة كل حاجة اختلفت لما بيمدي إيده في كل حاجة وهنا كتبت ترنيمة عندي أمل تعالوا نسمع الترديلة دي مع بعض ونشوف إنه زي لما ربنا ادي له أمل بعد موت بعد مفيش أمل والرب يشفيه والرب يعني معاه المعاجزات دي كلها في الوقت ده ادي له ترنيمة عندي أمل أمين ترني أمل في الكيس على شها الهي العين مسؤول عن الأيام مسؤول عن الأحلام ساكب علي سلام وسلامه مالوش زي عندي أمل في الجيل على شأن إلهي الأيام مسؤول عن الأيام مسؤول عن الأحلام ساكب علي سلام وسلامه مالوش زي نتطمن وليا حال بألامه مالوش زي سلام بيقون ويسوى بيضيعون ضي الشعاع مضمون لو حتى جايم الشأن للدنيا في يوم بتقف بيام والعمري بحس إن ما أنا متساب وما بتعشي عشان أجيب أسباب وهمية بسيني متعابي أنا عندي أسباب حقيقية كفي أتخليني ما نمشي حزي أنا بيني وبيت ربنا في سني واختبارات ضمن من قلبي واو 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 ترنيمة قوية جدا ترنيمة قوية جدا بعد كده الرب كان بيكلمك بقى على كلمات بكلمات نبوية وفهمك ده كله كان بيحصل لي أفهمت أمور كتير الوقت ده كنا كلنا يعني كان في حرب على الكل كانت جاكي تعبانة وكان فيكتور تعبان وأنا وأنت كنت تعبانة فمن ضمن الحاجات اللي ربنا أعلنها إنه الخبطة ما كانتش بس لي أنا لكن غير حياتي أنا وخدميتي أنا وكل حاجة لكن كمان كان ده جزء أساسي من إنه الخدمة بتاعتنا كمجموعة فروتوف سكسيس برضو توقف وده كان واضح لأن كلنا بنتخبط في الوقت ده لكن فيه مشهد كده ربنا ورهوني في الوقت ده فاكره كويس قوي إنه دايما إحنا بيجي في بالنا لما حد بيتعكز على حد بيبقى سليم يعني أنا رجلي مثلا للشمال وأجعيني فبشوف حد قدري يشلني فبحط يدي على كتفه وامشي لكن المشهد اللي أنا شفته فاكره كويس جدا المشهد اللي أنا شفته ده شفته قدامي في عيني إنه ممكن تبقى رجلي أنا دي تعبانة ورجلك أنتي المقابلة ليها تعبانة بس لما إحنا اللي اتنين وإحنا تعبانين نسنت على بعض هنمشي زي الواحد السليم فالمشهد اللي أنا شفته كان واضح جدا إنه حتى رغم الألم ورغم الصعاب والتعب الله بيعرف يستخدمنا وإحنا تعبانين لو كان فيه بنا وحدة حقيقة فسندتكو ليه ووجودكو جنبي وصلاتي ليكو وصلاتكو ليه ودعم فيكتور رغم ألم ورغم تعب وبرده إلا إنه ما كانش بيسيبني وكان بيشجعني ويقولي إرجع اكتب وفي الوقت ده ربنا هديك كلام مختلف وما تخليش الوقت ده يعدي عليك وقالا ماكناش في اكتب علشان ربنا هديك كلام مميز وده اللي حصل ربنا ادني كلام قدرت أقول إن أنا ما بتعبش علشان أجيب أسباب دي حقيقة أنا عندي أسباب حقيقة غلابا اللي بيدوروا ويحاولوا يبزلوا مجهود علشان يلاقوا سبب بيقولوا عنه وساعات مش بيكون حقيقي لكن بشكر ربنا إنه كل مؤمن لو دور وراء بصمات الله في حياته هيلاقي أسباب حقيقية وكافية وتاريخ من الاختبارات والإيمان يكفي إن هو يكون شهادة حية ليه هو نفسه قبل للناس يفتي بص كده يقول في الماضي في التشيك بوينت دي ودي ودي وسنة كذا وكذا وكذا الله عمل ده وده وده فلي كان أمين في اللي فات هيكون أمين في اللي جاي الله علمني إن وقت الانتظار هو وقت تجهيز وتحضير المعجزة الوقت اللي بتتكتب فيه فصول القصة اللي الله بيتمجد من خلالها بعدين لما نقراها للناس عمر الانتظار قدام الله ما كان وقت ممل أو وقت فيه شك أو وقت فيه ضغط لكن هو وقت مدرسة مدرسة والشاطر اللي يتعلم وكل ما نتعلم بسرعة هنخرج من الأزمة بسرعة حقيقة وهننطلق في الدعوة بسرعة حقيقة ديانا دلوقتي بعد ما أنت شايفها كنت متخيلة إن في يوم هتشوفيه بالمنظر ده؟ لا بصراحة أنا توقعت إن إحنا هنكمل وغدين على التعب خلاص يعني حتى لما طنت ميمي كلمتني بتسألني إيميل كويس؟ هاوز إيميل؟ طالعا هيس جود قلت لي نودا يا أنا هاوز إيميل؟ هو إيميل لسه تعبان؟ فأنا قلت له يا طنت ده عادي إحنا أخدنا على كده فأنا كنت افتكرت إن إحنا خلاص هناخد على كده بس الله طبعا مخرج عظيم في الآخر بيجي بشكل مش طبيعي بيحط بوزلز مع بعض عشان يطلع صورة جميلة في الآخر غير توقعاتنا تماما ما عايز أقول بس حاجة مهمة كل ما بيطول وقت الألم والمشكلة بتفضل تجبر تجبر قدامنا بنبقى دائما متوقعين لازم يحصل زلزال كبير قوي وعمل ضخم جدا عملاق علشان المشكلة دي يتحل مش تحل عادي في الآخر ربنا فاجئني إنه هو حجم المشكلة في العين ما لهاش أي علاقة بحجم المشكلة في الروح وبالإيمان إنه الحل كان على إيد الدكتور عماد في عشر دقائق وعشر دقائق ولو كنت أنا قادر أتحمل يمكن كانوا بقيوا عشر دقائق واحدة بس عشر دقائق حلو تعب ثلاث سنين أو أكثر بمنتهى البساطة والسهولة فحلول الله ما لهاش علاقة بالمنطق ده كمان درس أنا تعلمنا فحلول الله ما فيش علاقة بالمنطق لكن في علاقة بالإيمان والإعلان والإيمان بالدعوة وعدم الاستسلام أنا مش عارفة أشكركم إزاي على الوقت الجميل اللي قدناه مع بعض السنين اللي فاتت والوقت الجميل اللي قدناه مع كل مشاهدنا في الكرمة شكراً من مجد المجد هنسمع أكثر وهنشوف أكثر اللي جاي أعظم هنشوف أمور عظيمة 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 أحبائي أنا يعني بشكركم جداً على الوقت اللي قدناه مع بعض بنسمع وبنختبر وبنشوف عمل الله وبنتكلم عنه لو الله عمل في حياتك معجزة لو الله بيتعامل معك بطريقة معينة لا تستصغر الأمور لكن أعرف أنك تتكلم عنه وتشهد عنه دي أنا لما جات النهار ده بتقول لي أنا عمري ما طلعته قدام التلفزيون ولو عمري تكلمت وأنا أخاف قوي قلت لها الله عايز يصنع بيكي مجد والرب النهار ده صنع بيهم مجد نتكلم عنه ولما بنتكلم عنه هو في السماء إلهنا بيكتب سفر تذكرة وبيبقى فرحان ولادي بيكلموا عني في الأرض بشكركم على وقتكم وبشكركم على أنكم هتبعثوا لنا وتقولوا لنا قد إيه أن البرنامج ده أثر في حياتكم شيروا البرنامج اتكلموا عنه علشان الناس تعرف الرب بطريقة عظيمة بشكر الكرمة وكل العاملين فيها وبشكر الوقت اللي الله ده لنا إننا نشهد عنه وإلى اللقاء في حلقة أخرى وبرنامج من القلب للقلب رحلة دموع وصعوبات وتحديات تعفو مرات تحولها يسوع انتصارات واختبارات في الإيمان لفرح ورجاء من بعد العناب وأمل من بعد يأس وقد من القلب للقلب يتعامل معانا من القلب للقلب يتوجع له كانا من القلب للقلب ترجمة نانسي قنقر